توجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إلى العاصمة السنغالية داكار على رأس وفد رسمي وزري ومجموعة من ممثل كبرى الشركات المصرية وذلك للمشاركة في الدورة الثانية لقيمة تمويل تنمية البنية التحتية في أفريقيا التي تصطدفها السنغال يومي الثاني والثالث من فبراير ومن المقرر أن يلقي رئيس الوزراء كلمة مصر نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي كما سيعقد عددا من اللقاءات الثنائية على هامش قمة التي سيشارك فيها عدد من رؤساء الدول والحكومات وأكد المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء همية المشاركة المصرية في هذه القمة التي تركز بشكل أساسي على سبل تنمية وتطوير البنية التحتية في أفريقيا وقال المتحدث أن هذه القمة ستكون أيضا مناسبة مهمة لتعزيز فرص القطاع الخاص المصري للمشاركة في مشروعات البنية التحتية في أفريقيا فضلا عن أهميتها لعرض فرص لاستثمار المتاحة لسيما في ظل مشاركة مجموعة من ممثل بنوك التنمية ومؤسسات التمويل الدولية